بسم الله الرحمن الرحيم طلبة وطلبات الصف الأول الإعدادي أهلا وسهلا بكم في مادة الدراسات الاجتماعية تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم بنكمل موضوعاتنا في الجغرافيا وآخر موضوع من الوحدة التانية اللي اسمه فصول السنة واللي اعتبر من أجمل دروس الجغرافيا اللي هندرسها السنة دي درس فصول السنة اللي بيكلمنا على تاني شكل من أشكال الدورات الخاصة بالكرة الأرضية وهي الدورة السنوية طبعا درس اللي فات اللي كلمنا فيه على الليل والنهار عرفنا الفرق ما بين الدورة اليومية وهو دوران الأرض حول نفسها أو حول محورها مرة كل 24 ساعة والدرس التاني النهاردة بيكلمنا على الدورة السنوية للأرض وهو دوران الأرض حول الشمس طبعا كلمة الدورة السنوية زي ما قلنا عليها الحصة اللي فاتت هي دوران الأرض حول الشمس من الغرب إلى الشرق دورة كاملة مرة كل 365 يوم وربع اللي هي سنة كاملة وطبعا زي ما قلنا ان دوران الكواكب حولين الشمس بيبقى في مدار بيضاوي من الغرب إلى الشرق النهاردة بنتكلم زي ما بنقول في عنوان الدرس على فصول السنة ايه هي فصول السنة الأربعة اللي كلكوا أكيد عارفينهم وحافظينهم الفصول الأربعة بتوعنا هو فصل الشتاء وفصل الصيف وفصل الربيع وفصل الخريف الأربع فصول بترتبهم اللي احنا ممكن هنمشي بيهم الفترة اللي جاية ديت فصل الشتاء هيجي بعديه فصل الربيع ثم فصل الصيف ثم فصل الخريف شتاء ربيع صيف خريف الأربع فصول بالترتيب دوت هنحتاجهم ما تنسهمش شتاء ربيع صيف خريف الأربع فصول ايه طبعا اللي بيميز ما بين الأربع فصول دولة شباب أكيد طبعا زي ما الناس بتقول درجات الحرارة ما بين الحار والبارد أو المعتدد بس يا ترى ايه هو اللي بيبقى او ايه السبب اللي بيخلي فيه اختلاف في درجات الحرارة من مكان لمكان على سطح الأرض وطبعا إجابة السؤال ده كنا جاوبنا عليها بشكل مختصر المرة اللي فاتت واتكلمنا على سقوط أشعة الشمس على سطح الايه على سطح الأرض تعالوا كده نقوم مع بعض على البورد ونشوف إزاي أشعة الشمس بتقع على سطح الأرض تعالوا كده شباب نرسم مع بعض الكرة الأرضية والشمس إذا اعتبرنا أن هنا الشمس ودي الكرة الأرضية وهنا الغلاف الجوي اللي موجود حول الأرض عارفين مع بعض طبعا إن أشعة الشمس بتسقط على سطح الأرض بالشكل ده وأشعة الشمس يا شباب لما بتنزل على سطح الأرض بتنزل على الأرض بشكلين وهو ده اللي بيخلي درجة الحرارة على الأرض مختلفة وطبعا سبب سقوط أشعة الشمس بشكل مختلف على الأرض زي ما قلنا المرة اللي فاتت إن الأرض بتاخد الشكل الإيه؟ الشكل الكروي فلما نيجي نبص على أشعة الشمس اللي في منتصف الكرة الأرضية بتسقط على الأرض بشكل عمودي بشكل إيه؟ بشكل عمودي والأشعة العمودية دي يا تولاد لما بتسقط على الأرض بتسقط بشكل سريع جدا فما بتفقدش جزء كبير من درجة الحرارة بتاعتها لما بتنزل على الأرض بتاخد وقت قصير فالوقت القصير ده بيخلي إن درجة الحرارة بتاعتها لزالت قوية ده زائد إن أشعة الشمس العمودية لما بتسقط على الأرض بتختارق مسافة صغيرة جدا من الغلاف الجوي عشان كده بتتركز على جزء صغير من الأرض مش على مساحة كبيرة من الكرة الأرضية فبالتالي بتبقى درجة الحرارة فيها مرتفعة يبقى الأشعة العمودية للشمس بتاخد مسافة قصيرة جدا من أجل وصولها إلى سطح الأرض وبالتالي بتختارق مسافة صغيرة من الغلاف الجوي فما بتفقدش جزء كبير من حرارتها بتتركز على جزء صغير جدا من سطح الأرض عشان كده بتبقى درجة الحرارة في منتصف الكرة الأرضية حرارة مرتفعة طيب إذا اتجهت بقى شمال أو جنوب بتبدأ أشعة الشمس تاخد مسافة كبيرة جدا عشان توصل إلى الأرض فبالتالي بتاخد وقت كبير فبتفقد جزء كبير من حرارتها دزائد إن هي بتنزل بشكل مائل على سطح الأرض فبتغطي مساحة كبيرة جدا من الكرة الأرضية فبالتالي بتفقد جزء كبير برضو من الحرارة يبقى أنا كده عندي شكل آخر من أشعة الشمس يسقط على الأرض بزاوية مختلفة وهي الزاوية المائلة يبقى أنا عندي إن درجة الحرارة على سطح الأرض بتختلف من مكان لمكان بسبب زاوية أشعة الشمس ممكن أشعة الشمس تنزل بشكل عمودي على سطح الكرة الأرضية فبالتالي بتخترق مساحة صغيرة من الكرة الأرضية فتفقد جزء صغير من حرارتها فبتفضل طبعا درجة الحرارة مرتفعة طيب عندي شكل تاني من أشعة الشمس وهي الأشعة المائلة والأشعة المائلة اللي بتبقى في شمال الكرة الأرضية أو جنوب الكرة الأرضية بتبقى بتخترق مساحة كبيرة جدا من الأرض عشان كده بتفقد جزء كبير من الحرارة بتاعتها فبالتالي بتبقى درجة الحرارة للأشعة المائلة حرارة مالها منخافضة وهو ده اللي بيخلي درجة الحرارة على سطح الأرض بتختلف يبقى الأشعة العمودية والأشعة المائلة للشمس هي اللي بتخلي فيه اختلاف لسطح الكرة الأرضية في درجة الحرارة تعالوا كده نرجع تاني مع بعض نشوف ايه السؤال اللي ممكن يجي لنا يبقى احنا كده أولاد بنتكلم في أول جزء من الدرس بتاعنا على ايه هو سبب اختلاف درجة الحرارة من مكان لمكان على سطح الأرض فاتفقنا ان اختلاف درجة الحرارة من مكان لمكان على سطح الأرض بيرجع الى اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس بيرجع الاختلاف ايه؟ زاوية سقوط أشعة الشمس فإذا كانت أشعة الشمس بتسقط بشكل عمودي يبقى درجة الحرارة مالهة مرتفعة أما إذا كانت أشعة الشمس بتسقط بشكل مائل فده بيؤدي لانخفاض درجة الحرارة لو بصينا على الشكل اللي قدامنا اللي احنا كنا رسمناه من شوية هتلاقيهو الشمس بتسقط الأشعة بتاعتها على سطح الكرة الأرضية بشكل عمودي في منتصف الكرة الأرضية أو بشكل مائل في شمال الكرة الأرضية أو في جنوب الكرة الأرضية وده دايما بيجي لي سؤال في الامتحان وساعات بيغير لي في شكله ممكن يجي يقول لي بما تفسر ارتفاع درجة حرارة الأشعة العمودية للشمس ليه الأشعة العمودية بتبقى حرارتها مرتفعة قلنا ليه ان هي بتختارك مساحة صغيرة من الأرض أو من الغلاف الجوي للأرض برضو ان هي لتفقد جزء كبير من حرارتها ده زائد ان هي بتغطي مساحة قليلة جدا من سطح الكرة الأرضية فبتبقى متركزة عمودية لتفقد جزء كبير من حرارتها فدرجة الحرارة بتاعت الأشعة العمودية بتبقى مرتفعة الشكل التاني للأشعة وهو الأشعة الايه؟ المائلة يجي يقولك بما تفسر الأشعة المائلة للشمس حرارتها منخفضة ليه؟ اعكس بقى كلام السؤال الأولاني إذا كانت الأشعة العمودية بتختارك مساحة صغيرة صغيرة دي بتختارك مساحة مالها كبيرة طويلة دي الأشعة العمودية بتفقد جزء صغير من الحرارة دي بتفقد جزء كبير من الحرارة الأشعة العمودية بتغطي مساحة صغيرة من الأرض الأشعة المائلة تغطي مساحة كبيرة من سطح الكرة الأرضية يبقى تاني بما تفسر الأشعة المائلة حرارتها منخفضة هقول لأن الأشعة المائلة تختارك مسافة أو مساحة أطول من الغلاف الجوي تفقد جزء كبير من حرارتها وتغطي مساحة أوسع من سطح الأرض فبالتالي الحرارة بتاعتها بتتوزع على مساحة كبيرة جدا من الأرض فبتقل لدرجة إيه حرارتها يبقى يا شباب ما ننساش نفرق ما بين الأشعة العمودية والأشعة المائلة للشمس وتأسرها على الكرة الأرضية لو جي قال لك بما تفسر سبب اختلاف درجة الحرارة على سطح الأرض من مكان لمكان هقول له إيه الاختلاف زاوية سقوط أشعة إيه الشمس عندي أشعة عمودية درجة حرارتها مرتفعة وأشعة مائلة درجة حرارتها إيه منخفضة وده كان الجزء الأولاني والمعلومة الأولانية الرئيسية في الموضوع بتاعنا الجزء التاني بقى والمهم جدا جدا في الدرس بتاعنا إيه هو سبب تغير فصول السنة على سطح الأرض ليه أشعة أو ليه الحرارة بتتغير في فصول السنة وفصول السنة بتفضل تتبدل علينا ما بين زي ما قلنا في الأول شتة وربيع وصيف وخريف وده سؤال من الأسئلة المهمة جدا عندنا تعاقب فصول السنة بما تفسر تعاقب فصول إيه يا شباب السنة تعالوا كده تاني مع بعض نقوم نرسم الشمس ونرسم الكرة الأرضية ونشوف مع بعض إزاي فصول السنة بتتعاقب وراء بعضها فصل وراء فصل ورجعنا تاني شباب بنتكلم مع بعض على إزاي فصول السنة اللي هم الشتة والربيع والصيف والخريف بيتعاقبوا أو بييجوا وراء بعض خلال السنة تعالوا كده مع بعض نرسم وأتخيل مع بعض أن هنا الشمس ودي الأرض وهنا برضو الأرض بتاعتنا وطبعا إحنا المرة اللي فاتت في الحلقة السابقة لما اتكلمنا على الليل والنهار اتكلمنا على حاجة مهمة جدا جدا اللي هي محور الأرض وقلنا مع بعض أن محور الأرض ده بيميل بزاوية 23.5 درجة يعني الأرض في الفضاء بتاخد ميل بالشكل ده والمرة اللي فاتت قلنا أكيد الميل ده ليه سبب كبير جدا هو هنا النهاردة بقى هنعرف إيه سببه طيب قلنا كمان المرة اللي فاتت ان احنا عندنا حاجة اسمها دائرة الاستواء وعندنا مدار السرطان السرطان ومدار الجدي لما نيجي نبص على الشكل اللي قدامنا ده هنلاقي إن أشاعة الشمس بتسقط على سطح الأرض بالشكل اللي الأرض فيه في الفضاء بالشكل ده في الجزء اللي قدامنا هنا هو وهو الجزء الايه الشمالي للكرة الأرضية فلما الشمس هتسقط بشكل عمودي زي ما قلنا من شوية على سطح الأرض درجة الحرارة هنا هتبقى درجة مرتفعة جدا والجزء الجنوبي للكرة الأرضية الشمس بعيدة عنها جدا فدرجة الحرارة هنا بتبقى منخفضة لإن أشاعة الشمس بتبقى ايه مائلة فأكيد كده بالمنطق كده والعقل يعني إن بالطريقة دي في شمال الكرة الأرضية بالشكل ده الجو هيبقى ايه صيف لإن الأشاعة عمودية يعني درجة الحرارة عالية طيب في الجزء الجنوبي بدل الشمس هنا هتبقى مائلة وبعيدة فأكيد هنا هيبقى شتاء طيب خلال السنة الشمس بتلف حوالين نفسها وحوالين الشمس كمان أو الأسف الأرض بتلف حوالين نفسها وحوالين الشمس في نفس الوقت فالأرض بتلف بتلف حوالين الشمس لحد ما هتيجي للنحية التانية وخد بالك هتتحرك بنفس الشكل ده مفيش أي تغير الأرض المحور بتاعها سابت واللفة بتاعتها مش بتغير المحور يعني هننقل الشكل ده بنفس المنظر في المكان ده فهنلاقي الأرض بالشكل ده وهلاقي هنا دائرة الاستواء وهنا مدار السرطان وهنا مدار الجدي فقوم إيه اللي حصل؟ بعدما كانت أشعة الشمس هنا متركزة على الجزء الشمالي لا ده الجزء الجنوبي المرادي هو اللي قرب من الشمس وبقت أشعة الشمس عمودية على الجزء الجنوبي فإيه اللي حصل؟ الجو اختلف فبعدما كان هنا الشمال هو اللي صيف والجنوب هو اللي شتاء لا اتعكس الموضوع اتغير الموضوع درجة الحرارة ارتفعت في الجنوب وقلت في الشمال فبقى في الشمال شتاء وفي الجنوب في ايه؟ صيف هنا سؤال لازم أسأله النفسي ايه اللي حصل؟ بما تفسر حدوث تعاقب لفصول السنة ليه تغير من صيف لشتاء ومن شتاء لصيف؟ ايه اللي حصل يا شباب؟ اللي حصل؟ ان الأرض لفت حول الشمس دارت حول الشمس مع ايه كمان؟ سبات محور الأرض الأرض المحور بتاعها الميل بتاعها سابت زي ما هو ما تغيرش خليك فاكر النقطة دي عشان لما اسألك عليها كمان شوية طب تعالا كده نحط كده فرضيات كده هنسأل نفسنا أسئلة تخيل كده ماذا يحدث؟ ايه اللي هيحصل؟ لو الشمس هي 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 قدامنا هي والأرض برضو اللي كنا رسمينها تحت هي قدامنا برضو والنحية التانية نفس الكلاء بس محور الأرض اللي كان هنا اللي مائل بزاوية 23.5 درجة بقى عمودي ومش مائل وعندي برضو دائرة الاستواء مدار السرطان ومدار الجادي وبرضو الأرض بتلف حوالين نفسها وبتلف حوالين الشمس عشقة الشمس هتحصل فيها ايه؟ هتنزل على منتصف الكرة الأرضية دائرة الاستواء بشكل عمودي وبقية الأرض هتنزل عليها بشكل ايه؟ بشكل مائل ده إذا كان محور الأرض ماله عمودي مفهوش أي ميل والأرض برضو لسه بتلف 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 لحد ما راحت إلى الجهة الأخرى ولسه برضو محور الأرض عمودي عندي دائرة الاستواء مدار السرطان ومدار الايه شباب ومدار الجادي ايه اللي حصل؟ عندي برضو أشعة الشمس أصبحت عمودية في المنتصف ومائلة على باقي سطح الأرض وبكده بقى عندي ثبات في المناخ سواء في شمال الكرة الأرضية أو في جنوبها أو في منتصف الكرة الأرضية خليك فاكر عشان برضو هسألك على الشكل ده كمان شوية آخر تخيل كده لو الشمس برضو عندي هي في المنتصف ودي الأرض وكمان شكل آخر للأرض ومحور الأرض اللي رسمناه من شوية اهو ودي دائرة الاستواء ومدار السرطان ومدار الجادي بس محور الأرض ده غير ثابت بيتحرك مرة يمين ومرة شمال مس ثابت في اتجاه واحد طبعا مستر عادي ما فاش حاجة اهو الشمس بتسقط هنا في الجنوب عادي خالص ماشي فيش اي حاجة طيب تعالا كده بص روح الناحية التانية هنعكس خالص ومحور الأرض اتغير وبقى عندي ادي الاستواء ادي السرطان وادي الجادي الله مهو كده رجع تاني المنطقة الجنوبية الشمس أصبحت عمودية عليها مهو كده المناخ مش هيت ايه مش هيتغير فماذا يحدث اذا كان محور الأرض غير ثابت متحرك ايه اللي ممكن يحصل ممكن يتكرر فصول السنة عندي اكتر من مرة في السنة هلاقي الصيف والشتاء بيتكرروري في بلدي او في دولتي اكتر من مرة في السنة الوحدة لو كان محور الأرض غير ايه غير ثابت التلات أشكال اللي رسمناهم دول هنحط عليهم شوية أسئلة وتعالوا كده تجاوبوا معايا عليهم تعالوا بقى شباب نراجع كده مع بعض الرسومات اللي احنا قلناها بس على شكل بقى ايه على شكل أسئلة احنا كده اول رسمة عملناها لما قلنا ان الارض المحور بتاعها مائل بزاوية 23.5 درجة هنا جاوبنا على سؤال بما تفسر تعاقب فصول الأربعة ليه المناخ او ليه الفصول اتغيرت على سطح الأرض بسبب حكتين ان الارض بتعمل ايه بتدور حول الشمس وان محور الأرض ماله ما تغيرش اتجاه بتاعه محور الأرض سابت ما بيتغيرش فبما تفسر تعاقب فصول السنة هقول ميل وسبات محور الأرض بالإضافة لدوران الأرض حول الايه حول الشمس بعد كده فرطت او قلت ايه اللي هيحصل اذا كان اذا كانت الارض لن تدور حول الشمس لو الارض مش هتدور حولين الشمس ماذا يحدث لو لم تكن الارض تدور حول الشمس طبعا دوران او عدم دوران الارض حول الشمس سيؤدي لعدم تعاقب فصول الايه السنة وبالتالي هتكون الحياة سابتة وما فيهاش اي تغير سؤال اخر سألناه من الاسئلة المهمة اللي بجلنا فيه الامتحانات ماذا يحدث لو لم يكن محور الارض مائل يعني لو المحور بتاع الارض ماله عمودي قلنا ان اشعة الشمس ستسقط على سطح الارض عمودية على خط الاستواء ومائلة على باقي سطح الارض يبقى تاني كده اكتب معايا الاسئلة ماذا يحدث اذا لو لم يكن محور الارض مائل لأصبحت اشعة الشمس عمودية فقط على خط الايه الاستواء ولا زلت اشعة الشمس مائلة على بقية انحاء الارض طوال الزمن او طول السنة وبالتالي اصبح المناخ هنا هو على سطح الارض كله سابت دون اي تغيير يبقى احنا كده قلنا ايه سبب تعاقب فصول السنة او الفصول الاربعة الشتاء والربيع والصيف والخريف بسبب دوران الارض حول الشمس وسبات محور الارض طب ايه اللي هيحصل ماذا يحدث لو لم تدور الارض حول الشمس لم يحدث تعاقب لفصول السنة واصبح هناك سبات للمناخ طب ماذا يحدث اذا كان محور الارض غير مائل اذا كان عمودي اشعة الشمس ستسقط على سطح الارض او على خط الاستواء بشكل عمودي وباقي الارض اشعة الشمس هتكون مائلة فبالتالي المناخ هيبقى ثابت دون تغير طوال السنة سؤال اخر ماذا يحدث اذا وده كان اخر حاجة قلناها كان ميل محور الارض غير ثابت الاتجاه لحدث تكرر لفصول السنة الوحدة ممكن يتكرر الشتاء او الصيف اكتر من مرة مش في السنة ده ممكن يبقى في اليوم كل شوية بقى المحور بقى مسابت شوية تخلي الجنوب هو او جنوب الكرة الارضية قريب من الشمس شوية الشمال يبقى هو اللي قريب من الشمس فتلاقي فيه تكرار لفصول السنة ولكن طبعا من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ومن قدرته علينا انه خللنا الارض بهذا الميل اللي هو زويته كاما شباب ثلاثة وعشرين ونص فخلى درجات الحرارة على سطح الارض بتختلف وبالتالي بتتغير حياة الانسان بتتغير النباتات بتتغير الحيوانات بتتغير البيئات اللي احنا بنعيش فيها بقى احنا كده شباب اتكلمنا وعرفنا ايه هي الدورة السنوية وهو دوران الارض حول الشمس مرة كل 365 يوم وربع في المدار البيضاوي وعرفنا ان الدورة دي تؤدي لحدوث الفصول الايه الاربعة الصيف الخريف والشتاء والربيع وعرفنا ان السبب في التعاقب ده ان الارض بتبقى مائلة وبالدور حول الشمس الحلقة القادمة هنتكلم مع بعض على ايه هي مميزات الفصول الاربعة واشوفكم على خير ان شاء الله اشتركوا في القناة